أهرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تمنياته للرئيس القبرصي المنتخب بالتوفيق والسداد في قيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار على كافة الأصعدة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس قبرص الجديد نيكاس خريستو دوليدس لتحنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أكد خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة فضلا عن استنادها لإرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة بما يخدم تطلعات وآمال شعبي البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء في الجوار الإقليمي وعلى الساحة الدولية وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن بلغ التقدير لرئيس القبرصية المتهية ولايته السيد نيكوس أنستاسيادس لدوره المحورية في تعزيز أواصر الصداقة المصرية القبرصية خلال سنوات توليه لمنصبه متمنيا له كل التوفيق والسداد مستقبلا